نتوجه اللحظة صوب إقليم تارودانت وآخر المعطيات وفينا بها مبعوث الأولى إلى هناك عماد أبسمير عماد أين تتواجد تحديدا ثم ما هي آخر المستجدد لديك نعم ريدا مساء الخير ريدا مساء الخير مشاهدين الكرام نتواجد بإقليم تارودانت حاليا نتواجد بالمستشفى الإقليمي المختار الصوصي بتارودانت المستشفى الذي استقبل إلى حدود الساعة الخامسة مساء مئة وستين جريحا وخمسة وعشرين حالة وفاة إضافة إلى هذا المستشفى هناك المستشفى الجهوي الحسن الثاني بتارودانت الذي بدوره استقبل العديد من الحالات الوفاة والجرحة منذ ساعات الأولى من صباح اليوم قمنا بالإطلاع على العديد من النقط التي تهم مجموعة من الدواوير التابعة لإقليم تارودانت لإطلاع المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية وكذلك الدركة الملكية والقوات المساعدة وكذلك قطاع الصحي لإصعاف الجرحة وانتشال الجثثة يعني مجهودات كبيرة تقوم بها هذه القطاعات في تداخل وفي تناسق بينها لإنقاذ الأرواح وإصعاف كذلك الجرحة حتى لا ننسى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني الذي طنعنا عليه عن كثب من خلال منذ الساعات الأولى لوقوع الفاجعة قام المجتمع المدني بدور مهم سواء بالمساعدة في انتشال الجثث وإصعاف الضحايا وتقديم المأساح للشرب للعائلات والأسر المكلومة ومواساتهم وكذلك الدعم النفسي لهذه العائلات وهذه الأسر حاليا نتوجد بالمستشفى الأقليمي المختار السوسي هناك العديد من العشرات من العائلات قدمت إلى هذا المستشفى منذ الساعات الأولى من الصباح اليوم إما للاطلاع على الحالة الصحية للجرحة والمصابين والمعطوبين أو للتعرف على جثث عائلاتهم وأقاربهم وللتوضيح أكثر فيما يتعلق بالدور الذي قام به المجتمع المدني يحضر معنا رشيد بالبوز فاعل جمعوي مرحبا بك سي رشيد مرحبا بكم ومرحبا بلقنا الأولى أولا وقبل بلقى بداية سي رشيد يعني دور مهم قام به المجتمع المدني هل لك أن تعطينا بعض أوجه التي قام بها المجتمع المدني منذ الساعات الأولى لوقوع هذه الفاجعة تعزين الحارة لضحايا هذه الفاجعة نوجه واحد شكر جزيلا لجمعيات المجتمع المدني اللي يخدموا منذ وقوع الكارتة إلى حدود الساعة قدموا واحد دعم اللي هو دعم ماشي سهل في انتشال الجتات وفي إسعاف المرضى إلى جانب المجهودات الجبارة اللي يقوم بها رجال الدارق الملكي والجيش الملكي القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والسلطة المحلية والإدارة الترابية وكذلك المصالح تبية هنا بتارودانت والمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أقادير اللي استقبلته هو واحد العداد ديال الجرحة وكان واحد مجهود كبير واليوم بإقليم تارودانت وجهات المساكة كل هناك جمعيات قاموا بمبادرات لقوافل تبية إن شاء الله وقوافل المساعدات في الدواور الملكوبة بإقليم تارودانت والجهة مراكش إن شاء الله والحمد لله المغاربة غير فوتها النكبة هذه إن شاء الله بإذن الله لأن المغاربة معروفة عليهم التضامن ومعروفة عليهم التأذر ومعروفة عليهم الجهاد والرسالة كذلك المواطنين المغاربة يلتجوا للمراكز تحقن الدم لأن المستشفيات كما كترون رأى في أمس الحاجة للدم لا يجازكم بخير فيما كنش مواطنين كان وجه لهم رسالة يلتجوا خصوصا في مراكش تارودانت والمناطق ديال أزيلال سي رشيدة يعني منذ حضورنا إلى هذا المستشفى لاحظنا دعم كبير تقومون به تقومون به للأسر الضحايا سواء تقديم وجبات غذائية المأسة للشرب لهم لكن المستوى الدعم النفسي كيف تقومون بدعم نفسها العلاية المكلومة على فلاذات أكبادها الحمد لله الدعم النفسي هو الذي يفرض رأسه لأنه مدام كتشوف المجهودات المبدولة من طرف جميع الأجهزة ومن طرف جميع الأطباء ومن طرف الجامعة المحلية التي نشكرهم ديال الجهة ككل يفروح لعداد الأسطل ديال سيارات الإسعاف والنقل الأموات وكذلك الهلال الأحمر المغربي كان واحد دعم كبير 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 من طرف جلالة الملك محمد السادس لوقف وقفة رجل على هذه المأساة هذه وإن شاء الله بإذن الله غدي ندوزوا هذه المرحلة إن شاء الله بإذن الله وكن نشكره رجال الإعلام القانة الأولى والقانة الثانية وكن ديالله كما كنتم في هذه الجماعة تفيني قلت ودوار تشقلت ترقوم شهدوا كاملين لمعاناة لكينة المرحلة شكرا شكرا على هذه المعطيات وهذه المعلمات العطيسين رضا نعم هذا كل ما لدينا زمينة رضا عماد شكرا لك ولضيفك الكريم على كل هذه المعطيات كنتم معنا مباشرة من إقليم التارودانت واللحظة نعود إلى إقليم الحوز وموفد الأولى خالد أسدون الذي وفانا قبل قليل بسير عمليات الإنقاذ كما قلت حتى الساعة المتأخرة مازالت عملية الإنقاذ متواصلة عناصر من القوات المسلحة الملكية مازالت تبحث عن ضحايا أو عن من يمكن تقديم المساعدة لهم هذه الدار التي نشاهد هي مائلة إلى الجهة الأخرى والأنقاذ بحسب الساكنة فهناك ما زال الضحياتين أو ثلاث ضحايا ثلاثة الضحيات اللي كانوا باقين هنا ثلاثة الضحيات اللي كانت عند أمك كانت المراء وولدها وبنتها البنت ديال تتقرانيت في لفاك والعزرية والولد عنده تقريباً غايكون عنده سيست سنين باقين تنمك مردومين نشوف مازال عملية الإنقاذ يلا همشي نشوف سوف نحاول الوصول إلى هذه الأماكن هذه ربما هي مسارك أكيد صعبة ووعرة لكن سوف نصل لتقريب المعلومة ونصل لوصف الأمر كما عايننا نحن عن كثب فهنا حفرة كبيرة بالنسبة داخل هذه الدار وكينا هذه القضية أدرد المعدة جبنا فيه ثلاثة الناس نسيبة ديالي عيشين ولا عيشين جبناها نسيبة عيشة وجبناها دري ولدها تواعيش وجبناها تواعيش وجبناها تواعيش ولكن ستة الناس اللي كانوا هنا دركت ثلاثة جبرناهم وحيناهم وثلاثة باقين تنباك را تردمه بساكلمات نعم نواصل زميلي العروي نواصل المسير ألمرجو أن تنتبه أكثر لخطواتك لأن العملية صعبة جدا لكن سوف نصل إلى آخر الممر لنعاين مجهودات القوات المسلحة الملكية دائما لإنقاذ ما يمكنه إنقاذه أيضا لإخراج بعض الضحايا جراء هذا أزلزال عم حامل سوف نقوم بفك هذا الخيط لأن العملية صعبة جدا كما قلت لكن سوف نصل بإذن الله سوف نصل إلى المكان الذي نحاول الوصول إليه سوف أترك زميلي العروي الليقي يقدم الصورة سوف أرجع إلى الوراء قليلا كما قلت عناصر الدرك الملكي وأيضا القوات المسلحة الملكية ما زالت مرابطة في مكانها لحدود الساعة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه كما قلت فعامل السرعة مهم في هذه العملية باعتبار كلما أسرعنا كلما كانت الحضود في إيجاد ناجين كبيرة نعم سوف نواصل بحضر أكيد نعم عملية الحفر ما زالت متواصلة نعم هذه الدردية هذه العائلة درد العائلة رأى مشت فيها تقريبا شيء تمنيعت الناس من أطل الروح اللي مشوفها الدرد من هم جيرا نتاهم رأى تردمونا ويالله عايشين فيها جوش الناس عايشين فيها جوش الناس تقريبا جوش ناس تتلتت الناس واحد درد صغير ومالعائلة كلها مشتت زميلي العلوي سوف نواصل المسير سوف نقترب أكثر لنتعرف عن الوضع يبدو كما تلاحظونه منذ ساعات هو عملية الحفر من أجل إخراج الضحية أو من أجل إخراج بعض الضحايا بهذه الدر التي انهارت إلى الجهة الأخرى كما قلت عناصر الدرك الملكي وعناصر القوات المسلحة الملكية وعناصر الوقاية المدنية ما زالت مرابطة إلى حدود الساعة من أجل تقديم الدعم أو أيضا من أجل الوصول إلى الضحايا بأسرع وقت ممكن مصخرين في ذلك مجمع من المعدات والأليات المستعملة لهذا الغرض أكيد بأن عملية الإنقاذ سوف تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل التحدي الكبير هو إيجاد بعض الناجين من تحت هذه الأنقاذ الكبيرة والأمر يبدو صعبا في بعض الأحيان لكن جرعة الأمل تجعل كل هؤلاء مرابطين من أجل تقديم الدعم من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في عملية الإنقاذ تقديم الدعم تقديم الدعم